عايزين لطاجن الكفتة والبتنجان نص كيلو لحمة مفرومة بواحد بصل شرايح تلاتة توم شرايح تلاتة طماطم مبشورة تلاتة معلقة كبيرة صلصة بتنجانة كبيرة مقطعة مكعبات ومقلية اثنين بطاطس مقطعة مكعبات ومقلية اثنين معلقة كبيرة سامنة واحد فلفل حراء ومعلقة كبيرة دبس الرمان ملح وفلفل بهارات بقدونس ورز للتقديم طيب اول حاجة اللحمة المفرومة بس هتطلع شوية ملح وفلفل وعملتها كده قراص زي ما انتوا شايفين تمام دلوقتي هنحط هنا شوية زيت او شوية سامنة زي ما انتوا عايزين وهنبتزي نعمل الصص بتاعتنا هنحط هنا السامنة ممكن كمان لو تحبوا تدوا تحميرة للكفتة بس مش لازم بس لو تحبوا انتوا تحمروها قبل ما تدخلوها الفرن برضو ممكن البتنجان قطعناها مكعبات والبطاطس مكعبات وقالناهم تقدروا تحطوهم في الارفراير تقدروا تشوهم لو عايزين بس هما طبعا يعني قلي بيطلع طعمهم احلى حطينا هنا السامنة على النار لان بقى كل الصص انا عايزة الصص اللي تبقى حلوة فالصص عايزينها تبقى حلوة فحنحط لها بقى سامنة وحاجات علشان يطلع طعمها لطيف اي توابل عايزين تضيفوها بتقدروا طيب هناخد دلوقتي البصل عندنا كمية هنا من البصل شرايح وهنحطه هنا ومعاق توم الشرايح بس تقليبة خفيفة لان كل ده دخل الفرن لسه فلفل حراء باللي بيحب بيدي طعم حلو بس طبعا لو ما بتحبوش ما تخطوش ناخد بقى دلوقتي الصلصة الحمرة اللي عندنا اللي هنعملها طماطم وصلصة نقلبهم مع بعض نحط بقى شوية ملح شوية فلفل شوية بهرات شوية مية هنحط وهاخد الكلام ده كله وحطه في الصينية بتاعت الفرن بتاعتنا هاخد البطاطس والبتنجان اللي عندنا هحطهم كده هنا في النص وقلبهم شوية مع السوس هخليهم بس كده نوعا ما يعني بعيدة عن الاطراف علشان خاطر عايزة اجيب الكفتة في الاطراف ناخد الكفتة بتاعتنا نية عشان انا عايزاها تنزل المية بتاعتها في السوس وتبقى طعم السوس بتاعتنا كلها مية اللحم يعني يعني هيك هتنزل مية كأنها مرأة لحم تمام كده خلاص كده حلو قوي هناخدها بقى دلوقتي ونحطها في الفرد على درجة حرارة 200 مثلا 220 لغاية بس عايزة اغطيها الاول شوية تقريبا يعني نقول 20 دقيقة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة